أيضاً من الفوائد يا أخواننا وذي فوائد متناثرة نأخذها من هذا الابتلاء الذي حصل للمؤمنين مع هذا الابتلاء اتسم المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بخلق عظيم ألا وهو خلق الوفاء نحن يا أخواننا في دعوتنا هذه مع التوحيد والقوة والسنة نحتاج إلى أخلاق فاضلة ما يمتاز بالأخلاق غيرنا من العلمانيين أو من الشيوعيين أو من الإخوان المسلمين يمتاز بالأخلاق الفاضلة ونحن نمتاز بالخصة والحمد لله يا أخواننا ما فيهم لكن لا بد نحن نهتم بالأخلاق أكثر فأكثر صحابة كان فيهم خلق الوفاء شف الحرب والحرب دائرة أبو سفيان بهناك مشى لبني عبد الدار قال أنتم حملة لوائنا يوم بدر وعلمتم ما أصابنا أنتم شفتوا اللي أصابنا يوم بدر إن شئتم كفيناكموه نحن بنشير منكم اللواء ده كما قادرين عليهه وإلا أبليتم بلاء حسنا هو دار يحمسهم على القتال قالوا سترى يوم غد يا أبا سفيان أنت بتشوف راك نحن البنسويوه شنو من الوفاء بتاعهم اللواء بتاعهم ما شعلوا من بني عبد الدار قالوا وفاء لبني عبد الدار وديلك شجعانهم مع إنهم مشركين إنهم شجاة عيبة ماتوا كلهم ما فضل ولا واحد من بني عبد الدار أي ذلك بشير اللواء بيقتلوا بيمسكوا التاني لحد آخر واحد منهم مولى لهم مسكوا بيد اليمين قطعوا مسكوا بالشمال قطعوا مسكوا بيعضلاتوا كذا قطعوا راسوا استماتوا فيه استمات عديل النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر كان اللواء عند علب نبي طالب فلما نظر إلى المشركين لواءهم عند بني عبد الدار قال نحن أولى بالوفاء منهم فأعطاه لمصعب بن عمير من بني عبد الدار ده وفاء يا أخوانا الخلق ده نحن عن كثير من الناس قد نفقده وفقدناه في تلك المجموعات من الشباب مجموعات ما خرجت من الدعوة وتنكبت إلا بسبب الحقد وعدم الوفاء في قلوبهم ما عندهم وفاء لإخوانهم الذين كانوا معهم في خندق واحد في الدعوة والبذل والرد على أهل البدع والجهات في الدعوة والسفر وتبليغ الدعوة في الولايات وغيره كانوا معهم في خندق واحد لكن لما حصلت بعض الفتن اترصدوا أشياء معينة اترصدوها وما كانوا وفيين مع إخوانهم ما جلسوا ولا ناصحوا ولا استرشدوا براحة طوالي أخذوا لهم أشياء جروا بيها وأحدثوا فتن وبلاية كله بعدم خلق الوفاء ما عندهم وفاء الكلب لما كان وفيا ربنا سبحانه وتعالى قال وكلبهم باصط ذراعيه بالوسيد يخلق عندك وفاء نحن والله الشيوخ اللي تكلم عن بعضهم أخونا أحمد البدوي والله كنا معهم وفيين إلى آخر مرحلة الواحد نمشي ونناصحه ونجلس معاه ونجبلله وسائغ ونستلطفه وبعضهم نحنس تحانيس عشان يرجع إلى الصواب في بعض المسائل هو يصر ويركب رأسه نتركه ما من شيخ من الشيوخ وأحلف على هذا يمينا مغلظة إلا وبذلنا معه ما يبذل وزيادة ليرجع إلى الحق ما كان عندنا خيانة مع واحد منهم وهم يشهدوا كلهم ما خلنا واحد منهم ولا جرينا بالورة إنما المسائل المأخوذة عليهم نمشي نعرض عليهم ونعرض علينا ستاني ممكن ينصحوا زي محمد الأمين إسماعيل وزي اسمهم نو محمد مصف عبد القادر وغيرهم نعرض المسائل عليهم وجالسناهم جلسات طويلة في النهاية لفظونا ولفظوا الحق بعد تاني ما عندنا معهم حاجة لكن في ناس يا أخوانا للأسف ما ينفع معهم الوفاء وذا ما معناهم تتخليوا لكن في ناس قلوبهم سيئة بالجد فينا السيئين وأذكر في هذا مثالا من اللطائف ذكرها بعض المؤرخين قالوا في مثل يسمى مجيد مجير أم عامر أم عامر ذي الضبعة يسمى أم عامر العرب في ناس قالوا كانوا يتبعون صيدة أم عامر ذي ذاتك ساكننا قالوا فدخلت دارا لرجل من الأعراب العرب دول ما خشت بيته استجارت به لبتت جوا بيته قالوا فخرج بسيفه قال والله قال ماذا تريدون قالوا هذه صيدنا دي الصيدة في تعاتنا خشت بيتك قال والله لن تصلوا إليها ما دام غائم سيفي في يدي مش استجارت بينا والله قال لهم ما تخشوا ليه وسيفي دانا في يدي رجعوا منه فدخل عليها فأعطاها لبنا من الدزائر الإبل الطيبة الدالبن والداموية تلغوا في هذا مرة وفي هذا مرة تشرب هنا وتشرب هنا مبسوطة جدا استجارت به ورقته نام لكن الضبعة ما فيه خير شان كذي في ناسي تبتحسن لهم زي الضبعة ما فيه خير أول ما لقته نام قامت عليه فبغرت بطنه وقتلته وهربت ودعمه جالي قاها جاريه وقتلته مش شافه ميت كويس تبع كتله وأنشد يقول ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاغي الذي لاقى مجير أم عامر أدام لها يعني قدم لها الإدامة الملاح يعني أدام لها حين استجارت بقربه لها محض ألبان اللقاح الدزائر وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فردته بأنياب لها وأظافر فقل لذوي المعروف هذا جزاء من بدى يصنع المعروف في غير شاكري في ناس ما فيهم فايدة أنت كمؤمن يصنع المعروف يصنع المعروف كويس وأي زول وصل حده أول ما عرفت أنه زول صاحب هو تعليه لو أدي تمامه وتخرج منه من الأخلاق العظيمة التأدب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام صفية رضي الله عنها كانت ماشة تشوف حمزة في معركة أحد حمزة كتلو بغر بطنه قطعوا أنفه ماشة تشوفه النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تراه صفية أخته ماذا يرى تشوفه فأرسل الزبير ولده قال له المرأة المرأة أول ما ماشى عليها قال فلدمتني في صدري كانت قوية صفية رضي الله عنها ضربته كده في صدره ما قدر يقف قدامها قالت إليك عني قال لها ما تنظري للموت وكده إليك عني وماشى ما قدر يوقفها فشوف الشاهد هنا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك أن ترجعي قال فرجعت شوف يا أخواننا الأدب واحترام النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ماشى ولده ما بوقفه ضربته ماشى أول ما قال لها رسول الله يعزم عليك أن ترجعي قال فرجعت رضي الله عنها وأرضاها الأخلاق التي ذكرت والآداب العظيمة يخواننا نحن دارين منا نصيب نحن بجد بنحتاج إلى خلق رفيع خلق المؤمنين خلق يتناسب مع ما نحمله من منهج صافي ومن منهج نقي ومع هذا لا نخدع يعني مع إنه نلتزم الأخلاق الكريمة ما نخدع الزول خدعنا المرة لو ما يخدعنا المرة الثانية في هذه الغزوة رجل يسمى أبو عزة عمر الجمحي الزول ده أسر يوم بدر أسروا في غزوة بدر زمن فاعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ذو عيال وعندي بنات أكفلهن التمس من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق صراحه فكه ومشى لما جاء يوم أحد جاء صفوان بن أمية وقال له لا بد الشارك معنا وكان ذو لسان ينشد الأشعار وبحمس الناس كويس فرجع تاني وجاء يوم أحد تاني بغاتل لما قاتل ابن هشام في السيرة ناقل كلمة للشافعي قال لم يؤسر يوم أحد إلا أبو عز الجمحي بس له عشان خاين خان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال لنا ثاني ما بجي وعهدك ثاني أصو ما شارك فكه جاء راجع ثاني ومحد ما أسر إلا أبو عز الجمحي لما أسر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ذو عيال وعندي بنات فأطلق صراحه فالنبي صلى الله عليه قال له والله لا أفعل تمسح عارضيك في مكة وتقول خدعت خدعت محمدا مرتين قال والله لا أفعل فأمر الزبير أو عاصم ابن ثابت ابن الأقلح فضرب عنقه فمات كتل طواله وقال الرواد في هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين انت مع وفاءك وصدقك مع الناس أنا ما ألدغ مرتين في ناس نحن قبل اليوم لدغونا مرات مش مرتين مرات يتلاعب بالمنهج السلفي ويستهتر ويستهزي اليوم يجيك يقول لك البخاري يقول بخلق القرآن نمشي بكرة يجيك يقول لك يجوز الجلوس في بيت العزاء هبشو تتكلم فيه يقول لك توبت منها تمشي قدام يقول لك النووي مبتدع ابن حجر مبتدع تمشي ترود عليه ويقول لك توبت منها تمشي يروج لك الأهل البدع يخلق الفتن والبلاية فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يجيك راجعتني يقول لك لا لا أنا توبت ما يلدغ المؤمن من جحر مرتين أمشي لحد ما نشوفك تصيح توبتك وينصلي حالك بعدها نشوف أمرك شيء لذلك الظل لما يتأمل في هذه المصائب التي أصيب بها المؤمنون يوم أحد وينظر إلى ما فيها من الفوائد والحكم العظيمة يعلم إن كثير من العلوم النافعة والتجارب المهمة ما تأتي إلا مع الفتن